اهلا وسهلا البنات كديري اللبس عليكم عارفة راسي طولت عليكم الصراحة الله الغيبة ولكن لدوره في صحية دكشي علاش فما جيت هاد نار بيدي خاوية جيتكم بالجديد وهاد فيديو هادا ان شاء الله نزولا على طالب بزاف ديال المتتبعات اللي كانوا ديما تيخليوا لي تعالق بغاوا يعرفوا الطريقة كيفاش كان بوك للشعر ديالي ما شاء الله كيفاش تيجي فيه دك لاب غيونس ما تيجي الشاحد وتيجيوا ديك اللي بوكل يعني واضحين باينين يعني تيجي المنظر ديالهم صراحة زوين يعني ما كانش اللي ما تيشوفش الشعر ديالي ها كان بوكلي وما تيسولنيش على الطريقة كيفاش كان بوكلي او لا شنو اللي بخودوا اللي كانستعمل اذا غادي مبدا معكم اول قام اللي كاتعجبني بزاف صراحة كاتجي لي مع الشعر ديالي وانا متأكدة يعني اللي استعملتوا احتنتوا وما انا متأكدة غادي تيجي مع الشعر ديالكم لانها واحد القام الصراحة وواعرة وعرة غير خصتها تكون دوريجين حيث انتم ما كتعرفوا بعد الساعات خصوصا هذو اللي تيكونوا تيبيعوا الماكياج ما عرفتش ما كيكونش عندهم بدسات لي شامبوان دوريجين بحلقة نظر على ماركة ديالجليس انا استعملتها غزالة ولكن خصتها تكون دوريجين شحل من واحد قللي يا زعمارها ما جاتليش مع شعري او يعني هذا المشكل تيكون راجع يعني خصتها تكون دوريجين من الاحتن انك تاخذيها من كغفوق او لا تاخذيها من مرجان يعني من الاحتن انها تكون دوريجين فالماركة ديالجليس صراحة زوينة لا السيروم ديالها لا شامبوان لا الكريم من بعد ما كدوشي وتديريه صراحة واعرين زوينين بزاف والوقيتها ديالهم نعطيكم الوقت اللي كتتستعمل فيها ديالجليس صراحة كتستعمل خصوصا في وقت الصيب بالنسبة للشعر المجعد كما كتعرفوا بان الشعر بوكلية ينشف بزاف بزاف خصوصا يعني مع البحار وذاك الشي فصراحة ديالجليس واعرين يعني كتخليلي ذاك الرطوبة خاتشو فيه مبوكلة وتيبالك يعني مبوكلة من ذاك الاخر ولكن فاش كدوزي فيه المشطة يكون ساهل يعني في التمشي تيكون بسيط اه ساهل اه هنا مدوزكم هاد الماركة ديالجليس كيراتينة هاد ينعطيكم فيها الرأي ديالجليس صراحة واعره هاد يمكن تكون يبقى ترطب شعرك يعني تديريه البلاك ولكن واحد الحاجة اللي ما كتعجبنيش فيها كتضربي يومين تزيد لك الشعر صراحة اه ما كتعجبنيش فيها هاد القادية هاد يعني زوينة ولكن يومين تزيد لك الشعر وحال لقلتي غا تصوي بشعرك غادي تبقى يبيه سيمانة مثلا غادي يبقى لك السجوار فما غاديش يبقى لك بطبيعة الحال مع هاد الماركة هادي اه هنا غادي ندوز لكم من بعد عوتاني البانتين اللي كنستعمل فوقت البرد صراحة البانتين لا يغلع عليه واعر زوين بزاف هادول كخيم كما تتشوف راديرين فيهم الريسوس ديفينيدوس يعني كيصلاحوا الشعر المجعد باش يجيك الشعر يبقى الشعر يعني ذاك البوكل تيبقاهم فيكسين يعني تيبقاهم من ذاك الشي زوين بزاف كما كتشوفو من التحتي للاحطة راديرين في دك زارو في المياه ما فيش سيليكونة فانتو ما كتعرفو السيليكونة خايبة الشعر كاترزي الشعر بزاف فلهذا انا كتعجبني لغام ديال البانتين حيث ما فيهاش السيليكون وتيكون اللون ديالها بحدة بلاخدتي الشمبوان تيكون اللون دياله لون بحلمة يعني ما كيكونش فيه لون لا لون بيض لا لون خضر لا تشي لون فهذا الشي اللي ما كتعجبني صراحة زوينة بزاف غادي ندوز لكم الواحد الانواع اللي ماتي اللي زع ما ما نسحكمش بهم عندكم المركز سيوس وهذا الفروكتيس لا علاقة فاش كتدو شي بهم الشعر ديالك سيخرش محروق بحلا انك خوتي علي شي برو دوي كيميك ولا درتي جافيل ولا شي حاجة خايبين عندك قرني زوينة ولكن على حساب الشعر واش عندك دوهني ولا الشعر جاف إلا كعندك ديالك الشعر دوهني هذا القرني هادي ما تصلح لك شلعنا زيت زيت لك الشعر وإلا كعندك الشعر جاف يعني بوكلي زوينة يعني كتخلي لك الشعر متغدي مع فيه لافوكا وهذا زوينة وإلا عندك الشعر يعني مقصم من أصله مزيد من الأحسن من تستعمليهاش وهذه هي المركز التي قلت لكم أنا قربتها لكم داب هنا يا هادي المركز لا علاقة من الأحسن من تستعمليهاش قلت لكم حسا هي المركز غارني فروكتيس ولكن تتخرج الشعر صراحة محروق يعني الشعر يخرج بحلا كبيتي علي الملقاطة لا علاقة يعني هادي هذا هو الشمبون اللي ما نصحكم شو بيهو عندك غارني فروكتيس وبهذا الألوان دي لقعه هادي شي اللي فيه هادي المركز هادي أرخيصة كتكون حتفدية بالنسبة لي في اسبانيا أقبح مركز على وجه الأرض هادي الكيراتينا ما عرفتها واش كيراتينا ولا ما عرفتها أصلا كتديريها في شعرك يخرج شعرك حراش يعني هي رخيصة راكم شتو ديري اللي هات قريبا اي شي أورو ما واصلاش قبيحة قبيحة يعني ما نصحكم شو بيهو هنا غادي ندوزول يعني بحل قلتي جيل ولكن جيل ماشي دك جيل اللي كيخلي لك الشعر ديالك مشخطن يعني بحل دانوناك كفوك شعرك جيل كيكون يعني كيمشي كيدوب كتديري لشعر ديالك وما تيبانش بأنك يدير جيل تيبان بأنك مشطة عادي وناية يعني دي صغيل واحد اللي اللي نعطيها لكم للمكياج المكياج الرخيص بطبيعة الحال هذا كما كتشوفو ده براه معروف ديال اي سونس كل شي كيهدار عليه كل شي هاد الماسكرا ديال اي سونس زوينة بزاف وواعرة رقم شتو صرحة تمن ديالها ما غاليش ثلاثة اورو هادي قريعتها هي صغيرة ما ديرين فيها الفوليم كتزوينة زوينة هاد اي سونس صرحة واعرة تستاهل وغيجوش اورو تعدو ثمانين يعني قولي ثلاثين درهم صرحة واعرة يعني مركة مركة رخيصة وقد تطلع لك الرموش صرحة زوينة بزاف هنا كما كتشوفو الماكياج دياله ما داك الشي الرموش وهذا كل شي ديال اي سونس واللي زوين في اي سونس انهو اقتصادي يعني لقد جيبك لقد يعني الاقتصاد لقد المستوى ديالك وماكياج زوين حيث بعد الساعة فاشكن هدروع لقد المستوى ديالك سكشي وار هنا كما كتشوفو الماكياج ديالهم هذا ديالك تيستر يعني كتشري هادا بحلقوتيات طويسة كتكون شوية رخيصة كتشريها باش تديري التيست باش تشوفوها كيفاش غتجيك مع الوجه ديالك قبل ما عنا كتشري يعني وحدة كبيرة كما شتوهنتو ما هذي دير ستا اورو يعني ستا اورو ستندرام ولكن صراحة عندهم الماكياج واعر ستا وتسعود وعشرين صراحة زوينة وبالنسبة للبشرة الجافة كتغذيها يعني زوينة بزاف عندكم هادا هاذا كيقولولو هادا اللي امتحت الكانسيلر وااو وااو واعفتي واعر 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 ويقدر ان اخذيته بشي جوجة الاورو ما اعقلتش اه دياليو ثلتة اورو ولكن شحاله ديكت خذيته انا بجوجة اورو ومخير صراحة كيخبع الهالة السوداء منعود لكمش من ذلك الشيء ويعني بالتامن ديالو صراحة زعمة همزة كيما قلت لكم هاد ايسنت هذا ديرين فيه اتمينة صراحة زوينة يعني الماكياج يعني بالتامن قليل تتعمر لاتخوص ديالك يعني ماشي شيء حاجة صراحة غالية عندهم ذاك الشيء تيحمق هنا هي العقورة وهنا عاو ثاني ماركات اخرين ليسيروم ودك الشيء يعني هادو ماركات اخرين كيكونوا ماركات بحالة قلتي بحالة كيكونوا في الباغا فغماسي فيتامين او ليسيروم يعني بصفة عامة هادي ماركة اخرى واصلا كل ما اذا ما طلعتين ماركاتها كيكونوا غالين ولكن صراحة هذي ايسنت سيية ما تحقروهاش ولا اوخر خيصة ولكن زعمرة عم زيانة احتها هاد الماركة هذي ام كاتريسي يعني شي ماركة صراحة ما يعني ما معروفاش بالزاب ولكن خاكك تاومات يكون عندهم ماكياجزوين غاي انا اللي مجربة صراحة ايسنت هو اللي مجربة يعني هو اللي كنا نهضر لكم عليه او ميبلين ماركة معروفة مشهورة كل شي تيعرفها غني يعني التعريف احتى هي التغطية ديالها زوينة بزاف اه غير هي كما تنقوله التغطية ديال ميبلين ما شيت شي تغطاية هي التغطية ديال نهار بنهار ويعني التغطية ديالها كله نهار مش شم كتكون اغادل شي يعني عندك شي غرون ديفو حكا زعمة مهم ولا شي حاجة يعني قلت هي هذي كتبت لها نهار بنهار تتعطيك واحد لايض غاية تغطيها سيوم كتبت لي لوجهناش في نهي الفندوتا كتبت لي لوجهناش في نهاية الفندوتا كتبت لي لوجهناش في اجينا شفة ولكن ما تتعطيك ما بتغطيش لوحد الدرجة يعني هادو الجيل ديال الدوش صراحة كل واحد فاشك يرتاح بحال دا بعندكم هادا اللي الزيت ديال 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 شوفان توما قد عرفوا شوفان صراحة وار عفتي فاش كتديري شي ماسك ديال شوفان انت اخرج لك الوجه التيش على البيض نقي صراحة زوين ديجا استعملتو هادا حتى وعجبني هادا لامارك هادا ورخيصة هادا وثاني ديال اسايتا ديال كوكو قل زيت الكوكس تاوز يخلي البشرة زوينة صراحة انا من بعد الدوش كيلي كيقول كي يستعمل زعمة سابونة الطاوس ودك شي صراحة انا مكتبش عليكم ممكن نغسل بالسابونة ديال الطاوس يعني ممكن سالي الدوش ديالي حمام مغربي كتخلي لي البشرة ديالي كل شي حرش يعني بدلت ومنين استعملت هاد الجيل الجيل يعني الاخير ديال الدوش اللي جيل صراحة جولي معا يعني بالعكس كيخليوا لي البشرة ديالي زوينة عندكم عرفتو يا البنات هاد الماركة نصحكم بيها خليوني من هادو كل جيل كلهم اللي وريتكم را كلهم زوينين ولكن هاد الماركة هادي بالنسبة اللي عندها كيوقع لها مثلا نحك في التيهاب في الوالدة ولش عجب حلقة او لعندها حساسية حتى انا عندي حساسية يعني كتوقع لها بزافت المرات هاد الماركة ديال صانيكس زوينة بزافة انتم ممكن مشتوك يكونوا ديرين فيها زايرو كنات ديال الاطفال الاطفال الصغار ما كتكونش فيها الريحة ما كتكونش فيها لبرودوي كيميك يعني زوينة بزاف كنستعملها الصراحة في النهار بديت كنستعمل هاد الجيل هذا يعني جيل كتدوشي بي الحمق كله والمنطقة الحساسة يعني كوشي كدوشي بي صراحة الحمد لله تهنيت من الحقا صراحة زوين بزاف نتحكم بيدكسانيكس وهنا دست باش نوريكم هات السيباغات ديال الحواجب الصراحة هادو معمالي جربتهم يعني كنوريكم معمالي الحواجب الصراحة معمالي يسبقت حواجبي ولكن كنسمع بان هاد الماركة ديال لستيش وورك بس كي عودوا عليها زوينة يعني كيقولوا بانها زوينة هاد شي اللي زع ما صراحة كنسمعه هانتو ما كيكونوا دارين فيها البراون دارين فيها الكحل القولور نيكرو يعني فيها جميع الالوان والثامان ديال هارا دارين تمايات قريبا خمسة تلاتة واربعين يعني يقولي ستا أورو هنا غادي ندوزل ديالوغم ها احنا ولينا السانيكس عرفتي البنات هاد السانيكس كتخليلك البيطان ديالك بيد انا اش هم مرة كانوا يسولوني البيطان ديالي ماشا الله صراحة بيد ما عنديش الكحولة في البيطان ديالي انا ما كنتستعملش عندك هاد كنينفيا خايبة هاد نينفيا ديالي قدم صانيكس خايبة عندك الصانيكس ووعرة اصلا ندير نفيتها هي 0% 0% الالكول ما فيهاش الالكول زوينة بساف وهنتو ما تمن ديالها رخيص انا كنتستعمل هاد 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 اللي غطاية ديالها بيدا وطراحة زوينة افتير ريحة فيها واحدة الريحة كتفكرني بشوية ديال يعني بريحة الشب قريبا يعني قريبا ريحة الشب قريبا ريحة الشب وفاشكة تديريها قريبا برد بعد الساعة ما كان عراقش يعني ما كانت تعطيش الريحة بزب ماشي بحل الصيف هاد صانيكس تديريها النهار كله ما تعطيش الريحة ما تعطيش ما تعطيش الريحة خصوصا هادو كل الانواع اللي خرجوه ديالين فيها 48 ساعة وخاذع ما احنا نقوله لغد لي دال رغة عراقش وخاذين انتمي ولكن فاش كديريها يعني ذيك العرق فعوطما انك غدي تعراقي ذيك العرق تيخرج هادوك الريحة ديال سانيكس تتطيريحة صانيكس يعني العرق نسايا هاد المركة ديال سانيكس نصحكم بياته هي في ديال دوغو والبيطان ديال كيله كان كحل ستعملي سانيكس هاد تشكريني علي نيفيا بعدي منا نيفيا خايبة بزاف نيفيا كتكحل البيطان ماشي مزيانة انا استعملتها مرة واحدة وحسيت بان البيطان ديالي ما كيتنفش يعني حسيت براسي تخنقت عندكم هادركسونة تيه استعملت على شكل رششتها كانت تخنقها صنعي الريحة ديالا ريحتها مجهدها بالصح كيله هاد تقولي ريحتها زوينة ريحتها ريحتها زوينة فيها ريحتها مجهدها ولكن البيطان ديالك ما كيتنفش يعني مشي بحل ديك سانيكس دارين فيها زيرو يعني دارين فيها زيرو يعني دارين فيها زيرو ألكول وزع ما الصراحة تحسي براسك مرتاحة بحاكة كأنك ما ديرتش شي حاجة دوف ما نقدبش عليكم تهي ما عجبتنيش يعني ما عجبتنيش لانيفيا لدوف لا هذا اللي عجبتني صراحة اللي زوينا فيهم هي سانيكس موسيقى 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 يعني في المغرب كيقولوا Always كان أنواع أخرين مثلا هاد أوسونيا السراحة وقعرة زوينة بزاف ورك يكونوا ديري لك ديال الليل وده النهار والباك تيجي كبير راه وخد شوفوك هذا تيجي كبير تيجي فيه بزاف وخرقاق رقيقة ولكن كتمتص يعني كتمتص ما كتحسيش براس كلاف زوغلتا حاجة وواحد الحاجة زوينة فيها ما ديلكش الحساسية أنا سبق لو استعملت يعني كين أنواع ديال Always ولا دا كتتستعملي ومصرحة كتجيك حساسية من بعد هادو زوينين بزاف كيمتصوا ما كيخليوا لكش يعني ما كتحسيش براسك الفزاق ولا شي حاجة واعرين وهادو اللي كتشوفوك يكونوا على شكل سليب يعني كيجيوا رقم شتوباكية بالنسبة الليبنات كي الليبنات بحال دابة مثلا إما كتجيها مثلا كتجيها مثلا كتجيها لغاق المجهداء يعني كتجيها بغازارة يعني هادو كيصلحوا لها كين اللي كتكون بغا تلبس مثلا شي كسوا وما زع ما بغا تجي خصوصا في الصيف راكم عارفين كي كتجيها كزع ما تجي أنا قودك شي ما تجيش تقيت لبسي مثلا كما قلت لكم سليب أو شورط وهذا فكتلبسي هذه كصراحة زوينة هاديك الماركة دي الأوسونيينة كتعجبني بزاف من غير هاد ايفاكس تم ما استعملتم صراحة ما يعني كيديرو شو مهم الحكة يعني كتجيك الحكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها انتوما البنات البانتين كين سيروم دي الرسوس راكمش تديرن في قاسي تداريسينه يعني تكون صالح الشعر المجعد يعني كتتأخذ واحد الباق ديالك العناية الشعر المجعد وزوين يعني هذا كتديري اصلا كتبغت غسلي او لما بغشت غسلي يعني فوق كل صباح كتنوضي كتدهنيت ديك وديريهم لك الشعر ديالك تيب قيبا بحلارك عاد ساوبتي ديك الساعة كما شدتو البنات وصلنا للاخر الفيديو نتمنى تكونوا استفدتو معايا وما تنسوش خليولي اللايك وتبارتاجيو الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامة